السيدات والسادة لقد قلنا مراراً وتكراراً إننا نريد السلام السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمم العربية المتعاقبة منذ قمة بيروت عام 2002 هذه المبادرة التي تحاول دولة الاحتلال التنكراً لها وتجاوز مضمونها الذي نتمسك به نصاً وروحاً والذي يقوم على تطبيق المبادرة من الألف إلى الياء وليس العكس أي الانسحاب الإسرائيل الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967 أولاً ثم البحث في أي قضايا تخص العلاقة مع إسرائيل بعد ذلك وليس العكس السيدات والسادة إنما تقوم به دولة الاحتلال الآن في قطاع غزة من اعتداءات وحشية على المدنيين وقصف متعمد للبيوت والمنشآت وتدميرها على رؤوس سكانها وتدمير للبنية التحتية وقتل للأطفال والشيوخ والنساء هو إرهاب دولة منظم تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وسوف لن نتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية إن عملنا منصب اليوم على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومن ثم الدخول في عملية سياسية جدية وبمرجعية دولية واضحة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية عاصمتنا المقدسة وحل عادل وشامل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة وقد أبلغنا الإدارة الأمريكية الجديدة استعدادنا الكامل للعمل معها في إطار اللجنة الرباعية الدولية وفقاً لذلك فنحن طلاب سلام لا طلاب حرب لكننا في الوقت نفسه لا يمكن أن نفرط بأي من حقوق شعبنا وأمتنا وبالذات في مدينة القدس ولعلكم تعلمون أيها السيدات والسادة أننا سبق أن أجلنا إجراء الانتخابات التي كانت مقررة بتاريخ 22-05-2021 بسبب القدس حيث قلنا منذ البداية إنه لا انتخابات بدون القدس مهما كانت ثمن لأن القدس أهم من كل شيء ولأن إجراء الانتخابات بدونها لا يعني سوى التسليم بصفقة القرن وبأن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل كما يزعمون فهل فينا من يمكن أن يقبل بذلك؟ لا والله لن يكون لكنني أعلن أمامكم ما قلته سابقاً إن جهودنا من أجل إجراء الانتخابات العامة سوف تستمر وسوف نجريها بإذن الله فور إزالة الأسباب التي أدت إلى تأجيلها أي عندما نتأكد أننا سنجريها في كل أرض دولة فلسطين وفي المقدمة منها بالطبع مدينة القدس كما أؤكد أمامكم استعدادنا لتشكيل حكومة حكومة وفاق وطني تلتزم بالشرعية الدولية وتكون مقبولة دولياً تحية لأسران البواسل تحية لأبناء شعبنا الصامدين المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وتحية لأبناء أمتنا العربية والإسلامية ولكل أحرار وشرفاء العالم الذين يقفون معنا في نضالنا المشروع من أجل حريتنا واستقلالنا تحية للشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن أهداف شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة